الآن ينضم إلينا من واشنطن الكاتب الباحث السياسي إيريك هام سيد إيريك أعود لك في واشنطن نسمع الآن أيضا تصريحات أمريكية تتحدث عن مشاكل عسكرية روسية في هذه العملية أن هناك سوء تنسيق بين القيادات العسكرية على الأرض أن هناك مشكلة في الدعم اللوجستي أن هناك خسائر بشرية كبيرة في الجيش الروسي برأيك هل هذه نوع من البروبغاندا أم أن الاستخبارات الأمريكية قادرة على اختراق المنظومة العسكرية الروسية وإلى أي درجة لو كانت هذه المعلومات صحيحة ممكن أن تصعب عملية التفاوض الدبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا بالنسبة للمفاوضات بين أوكرانيا وروسيا طبعا ما تقوم به هذه المعلومات هي تقوم بتعزيز موقف رئيس زيلنسكي لذلك تم رفض عدد من الشروط الروسية التي تود أن تراها تتحقق بسبب هذا الغزو لأننا نعلم أن روسيا عانت من أجل تزويد الدعم لجنودها في الميدان ومن أجل طبعا توفير الغاز والوقود لجنود الروسيين وطبعا ما نراه هنا هو لحظات كارثية تحدث وهذا يزود أوكرانيا ببوابة ما لسيما مع الدعم المادي الذي ما زالت أوكرانيا تطلقه من قبل الغرب والمتحدة الأمريكية وهذا الدعم يمكن أوكرانيا من الاستمرار في المواجهة والدفاع عن نفسها نحن تقريبا سوف نقترب من الشهر بعد بدء هذه العملية ولكن القوات الروسية لم تحقق بعد أي من الأهداف التي تعالنت عنها وهي كانت تحاول الاستلاء على العاصمة كياب هذا لم يحدث بعد وأوكرانيا عفوا القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بعض الضواحي من العاصمة وما زالت القوات الأوكرانية تدافع عن نفسها وطبعا هناك خسارة في أوكرانيا وطبعا الكوات الروسية تخسر وروسيا تخسر سواء في أوكرانيا وأيضا داخليا وأيضا على الصعيد الاقتصادي ما زالت روسيا أو أصبحت روسيا ترزح تحت وطأة هذه العقوبات الكبيرة وطبعا ما نراه هنا هو أن الرئيس فلاديمير بوتين يختبر الكثير من المشاكل والتحديات كنتيجة لهذه الحرب التي شنها والقلق الكبير هنا ماذا سوف يتم أو كيف سيقوم بالمضي قدمت في هذا الغزو مع كل هذه الصعوبات ومع الخسائر ولكن ما من مخرج له في هذا الوقت بالذات وطبعا هناك تحقيقات إزاء ارتكاب جرائم حرب من قبل الكوات الروسية وطبعا هذا ما ذكرته أيضا البنتاجون والآن روسيا في موقف ضعيف وإذا ما قررت الابتعاد عن هذه الحرب فهذا أيضا سوف يضعف من موقف الرئيس بوتين وتوفي يجعله هشا وطبعا هذا بالنظر إلى ما قالت إليه الأمور حتى الآن سيد إيريك هام في واشنطن هذا التهديد المستمر بالعقوبات وفرض العقوبات بهذا الشكل على روسيا بشكل واسع والآن ربما في تهديد حتى الأسطين ألا تخشى واشنطن من رد فعلا دولي سواء من قمة دول شانجهاي أو غيرها من الدول لاستخدام عملات أخرى غير الدولار والاعتماد فيها وهذا يؤثر في الاقتصاد الأمريكي في الهيمنة الأمريكية ألا تخشى واشنطن من ردود الفعل الدولية هذه لست أكيدا من أن واشنطن تخشى حدوث مثل هذا رد الفعل ولكن هذا أمر يجب أن يتم ترقبه مثلا المملكة العربية السعودية قد تدرس إمكانية التعامل بالوان بدلا من الدولار وطبعا بعض الدول الأخرى طبعا ترفض الرد على مكالمات الرئيس الأمريكي هذا قد يؤشر على تغير في الخريطة الجيوسياسية حيث أن بعض الدول حاليا تحاول أن تجد بدائل أخرى وفرص أخرى لتعامل مثلا مع عملات أخرى والصين مرشحة لذلك والعمل الصينية قد تكون خيارا جيدا لأينا ذلك يحدث أيضا في القارة الأفريقية وطبعا هناك بعض الدول الأفريقية التي تتخلى عن التجارة مع الولايات المتحدة الأمريكية لصالح التجارة مع الصين إذن هناك بعض الأراضي التي تعمل فيها ولديها فيها حضور قوي الصين في هذه القارة ولكن بعض الدول الغربية ما زال لديها تأثير أيضا ونفوذ أيضا وهناك عملات غربية مقبولة في عدد من الدول ويتم التعامل معها وذلك بسبب الاستقرار التي تؤمنه مثل هذه العملات وعلى الرئيس بايدن أن يقيا في ذاكرته ويتذكر دائما أن بالنسبة لهذه الدول الآسيوية فأن الرئيس بايدن وتصرفاته قام باستثمارات كبيرة أيضا في هذه الدول في عدد من هذه الدول الآسيوية وعدد من المسؤولين الأمريكيين سافروا إلى مثلا فييتنام وكوريا الجنوبية ودول آسيوية كبيرة ومهمة في هذه المنطقة لهذا السبب ولهذا الغرض وبسبب هذه الاستثمارات إذن أيضا رئيس المتحدة الأمريكية تحاول مواجهة هذه المحاولات من الصين لأن تكون أيضا قوة نافذة اقتصاديا في العالم ترجمة نانسي قنقر